اسمع الموقف اللي جيد وديني من الاربع عشان الناس اللي ما بتحترش بيك عندهم ان يعلم ان تمام عبودية العبد لله في جريان ما يكرهه عليه لو انه لم يجر على العبد من الاحكام الا ما يحبك لكان ابعد شيء عن عبودية ربه فلا تتم للعبد عبودية والسفر والتضافر والتوكل والرضى والافتقاء والذجر والهدور والتوسل والدعاء وغيرها الا بجريان القدر الذي يكره وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للانسان انما الشأن في الرضا بالقضاء المظلم المخالف لأول انسان صح ولا لا لو انه يمكنك مشيك كده على كل اللي انت عايزه يدهولك يبقى في الرضا ما عليك ان اضطر اقول بالسعد لان من بركة العلم ان ينسب الى قائله ان الانسان لو انه عاش طول عمره صحيحا سليما لم يمركت ولم يتكدر قطر ولم يبتلق قطر فهل يستاق الى الجنة? عسان الجنة لهم هو عايز مبسوطة فكيف يحميك ربك على ان تستاقل الجنة ان تعيش كدر الدنيا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن وجنة الكافر. لذلك الانسان حين يغتلى بشيء مؤمن مرض او زج او زجة منخصة. فحين يستشعر اتكدر في قلبه فيهرح الى الصلاة ركاتين. يبقى ربنا كان يجيب ويصلي ركاتين ازاي? الا لما يبعث الوحدة تنكد عليه فقوم يصلي. ايه? كان انت يتبرع ويسل ويخضع ويبكي. الا لما يطرد ويستشعر الالم. ويخاف ليكون الورم ده مش حميد. اه احد الناس اللهم مش في مرضانا وورد المسلم. اسف كل مريض المسلم. وعافي كل مبتل المسلم. يبتولي بورم صايا كده وراء ابن. فعاش ايام بعد ما طبعا يختوا عينة ويحللوها ويعملوا اسيحة ومش عارف ايه والموزي. يقول لي بعد ما اكتشف الله ان ما فيش حاجة. خلاص دي كانت لعبة كده وراك الخلاص انتهت. ها? يقول انا بتمنى ساعة من الساعات اللي انا عشتها مع ربنا بإخلال الاسبوع لعد ما ظهرت نتيجة تحالية. ليه من قلب يا رب? ويا ربي ايه? بجد بقى. بجد من قلب قلبه. كنت علي نفسي من الليل اقولي واحد قبل الفجر بساعتين. واسكت وافكي وبيل الارض ومس عايز ارفع راسي. بعد ما جات النتيجة ما فيش حاجة من يميها. شعب اطل الفجر. وده كلام ربنا. واذا مس الانسان الضره دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. فلما كشفنا عنه وهو مرض وكأن لم يدعنا الى ضرمت. ما احنا تقول برضو لو ان الزوجة زوجها ملائم ما تحب استفاره ابدا اعدم علي الانهار لكن لم يدعنا تكثر. يبقى نفسها تروح بيت ربنا تسهو الى الله امها. صح? ها? تبقى نفسها انها تنسي للقرآن وتنسي بالدموع الغالية او ان نفسه ان هو يعيش مع الله في تلك السعادة او او الاخرى. فالشاهد ان الانسان لا تتم له عبودية الصدق والتوتل والرضى والتبرع والاتقار والزل والهدوح والدعاء وصدق اللجح والتوسل وكسرة السجود وكسرة الوقوف الى اخره الا بابتلائه بما يكره. ايضا مما يتلب لك الرضا عن الله. اللهم تبقى الرضا عنك. والرضا بك. والرضا لوجبك الكريم. ان يعلم ان رضاه عن ربه في جميع الحالات يثنف رضا ربه عنه. الكلام ذا جمعا غالي اول. فلازم تخلي بالك. شوف. فاذا رضي من ربه بالقليل من الرزق رضي الله منه القليل من العمل. واذا راضي عن الله في جميع الحالات وجد الله اسرع شيء الى بطا اذا تربطه. اترجم? اه. تصلي? اللهم صلي على النبي محمد دين وآله وسلم تسليمك كثيرا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك رزقا قليلا. اي رزق قريبا فانت تفرح بهذا الرزق القليل. وتذكر الله عليه وكانه كثير. طب امتى نقدر نعتبر هذه وليسها? لما تكون بتحبه? صح ولا لا? لما تكون زوجتك بتحبك لو روعتها يومك بوردة في ايدك? تفرح بها ولا لا? لان القيمة والمعنى مش في قيمة الهدية. وانما? في المهدي. من مين? ما هو الم زيل الله. بس المهم? ده لك من مين? فلما تستسعر ان النعم دي من مين? من مين? من الله. من مين? الله العظيم الجليل الكبير المتعين? يبقى النعم دي وان قلت بنا? عظيمة لنا من الله. من الله العظيم. ولما يفتديك تبقى برضه سعيد بالبلاء لانه من حبيبك. من حبيبك. فحتى لو بلاء بتحب البلاء لانه من حبيبك. وصلت. اه. حسن كده بعض الولي. ولئن ساءني اني التني بمساءة فلقد سرني اني خطرت ببالك. ولئن ساءني اني التني بمساءة فلقد سرني اني خطرت ببالك. قال له لو اننا في اعلام مينتا ستمتري. بس ان المبسوط انك يستكرتني. اني اذن يجيري للتان. ده للمساءة. سبع رقل البساءة. ياه لو نفهم. لو نحس. لو نستشعر ان اللي كل اللي عندك من خير او بلاء من عرضك. من عندك. فساعدها اي شيء يجو من عندك اي با. بتحبه. فاكرين انها عدت سنة موي. نفسك في ايه? اهو شوف هذا. نفسي ومنعيني ان ربنا يرضى اني. نفسك في با. ويه كمان? بس. انه يرضى بس. واحد يقول لي نفسك في ايه? ونفسي ربنا يرضى عني. ويه كمان? قلو يجوزني. اقول ايه. اقول ايه. يقول ايه. ما هو الورد عني? هجوزني? اقول ايه. ممكن يرضى عنك ايه? وما يجوزك? لانه هو يعلم الخير لك. انه لو يجوزك بقى تطفز بعيد عنه. فما يجوزك لك عشان تبطل بين ايدي. نفسك ايه? ربنا يرضى عني. وايه كمان? ويدينا الصحة. ويسفيني. غلط. قلونا ايه? النفس ان ربنا يرضى عني. وايه كمان? بس. قلو صح? ما هو الورد عني? هيسفيني. برضو السرق. برضو السرق. ممكن يرضى عنك ويعدعك حتاتك. ويرضيك. فين لو قطعت. انت راضي. المهم ان هو. اللهم لا تحركنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنه. ان يسبس كل املك ان يرضى عنك. فانت انت انت يرضى عنك لما تبقى? راضي عنه. صح? يبقى لو انتك قليل تبقى راضي تبقى راضي. فساعد ما تبقى راضي بالقليل منه يرضى. بالقليل منك. ولززاك? من زلس الحمل. فانت ازاي حيث في النه كتير? وانت ما تبقى سيدي. ما انت شغلك ولا يجب. فلازم ترضى بالقليل عسن يرضى منك. بالقليل. ولازم ترضى عنه في جميع الحالات عسن لما تيجي تسترضين في جميع الحالات يرضى عنك. فهمت زي? انه يدقى لو ادك فلوس. ما ادكس? راضي. صحة راضي. حيان? راضي. مريض? راضي. صحيح? راضي. لما تبقى راضي عنه في جميع الحالات يبقى يوم ما تغضبه وثيء تترضى يرضى عنك. لانك راضي في جميع الحالات لا يرضى عنك في جميع الحالات. كلمة ابن رجب قلته لكم قلتم كتير لما حفظتوه لو واحد انتزع بهم اللي لديه اكفعي. ابن رجب يقول ايه? وليس شرط المحب بالاصمة. المحب يعني لحب ربنا. مش شرط ان يبقى? مأصوم. بيزرب. كلنا بنزرب ولا لا? كلنا اصحاب زرب ومعاصر رهمة ثم علينا وعلى عصاة المسلمين. وزر لنا سيئاتينا وكفر عنا خطيانا يا احراب العمين. زيء? زي شرط المحب بالاصمة. اصلا انا بقول له كلمة انه يبقى راضي عن ربنا في جميع الحالات. عشان لو واحد. تقول تب ازاي اراضي ويقول لا ده الكل الكل بيوت يوم. لو قلت لي انك مالكش الظنوبي انت جاهل اكبر زنب انك جاهل بذنوبك. فلذلك يقول ابن رجل حنبلي وليس شرط المحب بالاصمة. انما شرته كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. انه لما يوعب يتوب. لان يتوب علينا وعلى صوت المسلمين. كم الكلام كده منكم? ولله عناية خاصة بمن يحبه. فكلما سلت رجله في هوة الاواء. اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. لما ربنا يحبك. يوم اعتني بك عناية خاصة. كذل ما توعب. ايه? ياخد بيدك. ويطلعك وتوعب. ياخد بيدك. هي دي قضية انك تبقى عنه في زميع الاحوال فيرضى عندك. في زميع الاحوال لما تذب ياخد بيدك في التوب فيرضى عندك. ممكن تتوحى ربنا يومين ثلاثة بتلحق بتجري بتنسى بتنسغل. وربنا سبحانه وتعالى صابر عليك. اصبر من اسمائه الصبور. سبحانه وتعالى يرجع في درجة فالله يقبلك. اسكد ابن القير يجي في رؤية المعصية رؤية المؤمن للمعصية يقول وانما يرتل المؤمن بالمعصية ليعلم ازد الله في قضائه وبره في سدره وحلمه في انهال راكمه وكلمه في قبول العزر منه. هي ذي القضية انك اذا رغيت عن الله في جميع الحالات. وجدت الله اسرع سيء الى رضاه اذا ترطا وتملقه. ايضا من ثمر تحسيل الرضا ولكن طوله ان استخطت باب الغم والهم والحزن وستات قلب وكسف الباب وسوء المآهف. اما الرضا فهو يخلص من ذلك كله ويفتح باب جنة الدنيا قبل جنة اخرى. لو انسان مرد. الله نشي مردان ومردان مسلمين. او ابتلي بفقد ماله او فقد ولده او فقد زوجه او فقد ابيه او اي ملأ ابتلي اي ملأ فتفقد. زحبان زحلان دينة لئيه مغمود صحب حسين كاذب الباكر مغمود مسدت الطيب سيء الظن بالله. لكن لو رضي عكس لكل السعادة والهدور والفرح والرد والرجاء وسعادة القلب وجدع شتاة النفس. لو رضي اللي ربنا خسبه ولو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارطوا بما خسم الله لك تكون اغنى الناس. والثين تكون اغنى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا در ان العنى غنى القلب. وان الفكر فكر القلب. سيد ما يردى يبقى غير ولو نمعيش. سيد ما يردى هيرى في الزوجة التي تتعبه حسناك لم يكن يعرفها بس لما لما يردى اسمعه. كلام النبي مطل عليه. صلى الله عليه قال لا يخرج المؤمن مؤمنة ان كره منها خلقك. راجع منها. بس المهم ان انت ترجع اصل المشكلة بني. انك ممكن قاعد في زوجتك اللي مسعج ذك دي وانت شاضع عنها لانك بتسمع صاحبك فلان يقول لك ان زوجته بتلبسه الجزمة. وزوجته ايه لو قام شرب من التلاجة تسحج. ليه? يقول له انا يزوجتي ايه انا في بيت. انا ايه في بيت حسنا سيئة مية. فيزوجه. فيبقى مش راضي. فيزداد اما الى اما. لانه لما يعملها بغربة. ينحكي ذلك عليها وانا ما عملتها. لكن لو مريد يقوم ربنا يسخر له اللي يقول له ده زوجتي بتحمل فيا كذا وكذا. فيقوم يقول. اه 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 انا في نحلم اه. مش هيجيب له اللي يقول له بتاع الجزمة. لا هيجيب له في يقول له. جزمة في الطريقة تانية. لان الذي يسخر هؤلاء وهؤلاء. الله. ما سيطل الكن كله في ايد ملك واحد. واحد. هو الذي يسير الناس مواسل خلق تميعا في يده. فهو الذي يقعد لك ده او يقعد لك ده ده او ده. فانت لما ترضى بالله يجمع الله ستات قلبك. يجمع ستات قلبك. وسرت على سنترنا. انك تفهم حال نزول البلاء اني ده ابتلا في الرضا. برضو كنت سمعتمها مني كتير اسمعوها كمان مرة لله. ان بشيرا التبرية كان عنده اربعمائة جاموس. بشير التبرية رجل من السلف كان يملك مزرعة فيها اربعمائة جاموس. في حبيد كثيرين كمسين ستين عبد يرعونها. فاغارت الروم يوما فاخذت الجواميس. فارسل الحبيده اليه فاخبل مع ولد من اولاده فلقيه الحبيد يقول يا سيدنا يا مولانا اخذت الجواميس اخذت الجواميس. فقال وانتم ايضا اذهبوا فانتم افرار لوجه الله. فقال ابنه يا ابتا افقرتنا. فقال اسكت يا مولاي ان ربي اراد ان يبتلي رضائي به فاحببت ان ازيد. قلت ربنا لما خد رباميكا موس? بيختبن ان هاركه? ولا لا? هاركه يا رب? لا. ده انا راضي. اوي ودول كمان. ودول كمان. لكن لما تقول له راضي ولا لا يقول لك اوي ومن جوه. ايضي المشكلة انه مش راضي من جوه. دي المشكلة السباب بيانستابعين. احد الناس كان يرزق اولاد ويموت صغار. الولد يبقى عنده سنتين ويموت. اربع سنين ويموت. خمس سنين ويموت. وربنا اكرمه عشر ولد لما بقى سنه 18 سنة. كنا في خلال الفترة دي على بدار عشر اتناشر خمسناشر سنة. يعني الحج راضي يقول ترهم. ترهم راضي. الحمد لله. المد عشر بيبقى عنده 18 سنة ومرض. الرجل كذره. ده كذره واسحره وتحليل ودوى. يبقى ادوي ادوي ادوي. وكان الولد يعيس في غرفة كده في اخر دور في مثل السطوحة مثاله حاجة زي روح. اي وفت اهماس الولد. انا بقول لك سوف تبعيني مديني. خرج الرجل يحمل الزجاجات الادوية فيه. وعينة بالادوية. ويطابها في السنة فوق. انت بتحرفني ليه? انت عايز مني ايه? انت بتاخل عيالي ليه? يبقى ان كان راضي. يبقى كل اللي فات. كان بيقولنا راضي بس ان دواه مش راضي. يعني احنا في موضوع قويل بس عايز اطول عليكم. لكن قضيت ان الانسان حين يرغبه باسريره في قلبه فلا بدد ان يبتلى لتظهر على نيه. اللي لنفسك ربنا ما سيحسبك عليه. لكن لو قبيت اللي ما يرغبه لازم يغتليك عزم يطرفك. سوعت كل لحظة مسواضع ربك. وان خدعته وقلت لي هذا انا سدهك. لكن الله يعلم ما في قلبك. فاحذر ان يطلع على قلبك فيجده غير راضي منه. فلذلك يقول ان عدم الرضا مفت. هم. قلب. طنق. ولن يفيدك عدم الرضا سيح. نقطة كمان وديركم سبعة. لا سبعة على انا كاتب. ان السحط. السحط يوتيب تلون العبد. وعدم ثباته مع الظاق. مشكلة عصرنا يا سباب تتلون سحط. انك تلاقي نفسك كل يوم بحال. ان النهاردة بتحب المصحف. وبتقرض ان تلاتة مسترسة للهود. بكرة. ما فيش ولا جسد ولا آية. النهاردة تمسك المصحف تحفظ ربعين تلاتة ماشي. تقعد بعدها شهر. مش عارف تعفظ ولا آية. اللي لازي قمت بساعة اتنين قبل الفجر بساعتين ونصف. ومشاء الله. مع الله كده. الايات مستفصلة. والدموع نزلة. والصالة حيوة. والنور في قلبك مسيع. وسعادة لا توفت. وبعدها بسبوع تجاهد. انك تقوم تصلي رجعتين قبل الفجر خمثاء المساعة. باسم التلون. كل يوم محال وكل يوم بطريقة وكل يوم مع ربنا بلون. السبب ايه? السبب انك مصراط. الا بما يلائم نفسك وطبعه. والاخدار تجري غالبا بما لا يناسبك. فتلونك مع الاخدار ان هادا راض يدوك. مثل هذه. والنهادا سغال ومبرفة. ما احنا سبب بقول المسكين ان احنا اهل عصرنا لما تقاملوا عن كمبيوترز. بقوا عاملين تيه كمبيوترز. تفتح فايل يدي كل حاجة. مسكينة? هي دي قضية النهاردة ان ربنا سبنا تعالى لما يدينه وينعم عليه ويليحه ويهدينه ولاده وزفده يبقى مع ربنا كويس. تاعد بكل دايير هو كمان? اه لا. لا. دا ربنا بيربي حفده على السراء وليه? والضراء. تعي سحبكس السراء. فاذا بطل يضجر تنتلاف انتبقى مع ربنا. عيدي في السراء والضراء. يستوي الامران عندهم. اما ذا كنت في السراء تعبدوا في الضراء. تترك عبادته في حين ذاك. لا يقبلك الله. الله حزيز. لا تثبت المثم اليهودية. الا اذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات. فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضا. اللهم ارزونا رضا وتعنى من آله. فلنا نكمل عشر. تمانية. ان من ملأ قلبه من الرضا ملأ الله صدره غنا وامنا وقناعا. وفرغ قلبه في محبته والعنابة اليه والتوكر عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضب ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله دي خلاص الكلام يا سعادة. ان الرضا يفرغ قلبك لله. ومعنى كان الرضا يفرغ قلبك من الله. لما ترضى الله مزهنا الرضا وتعنى من العيلة في الكمين الآنات لما تبقى راضي على كله يقوم يبقى ألبك مليان بالله فساعدها يسخر ربنا ألبك بيه ما هو ألبك فيه مينه ولا مش مسدقين دي. الكلوم بين اصبعين من اصراف الرحمن لله المسل يدعى لا تسبب ولا تكيف ولا تعطل ولا تؤول. الكلوم بين اصبعين من اصابي الرحمن يقيمه اين? كيف يا سعادة. فانت لما تحرق قلبك بيه يقوم ربنا يسغل قلبك بيه. يستعملك بيه. اما لما تسغل قلبك بغيرك ربنا يسردك روح. انسغل زي ما انت عايز فتنسغل بيه. يبقى انت واعف تصلي وقلبك. مسغل بغيره يبقى صلتك ملأس كيمة تخرج فلا تنهاك فلاتك عن الحزاء والمنكر. اما لما ترضى فيه وتفرغ قلبك فيه سعيدها ربنا يستحمل قلبك في حبه وطاعته ومرضاته والخوف منه وصدق اللي تيليه والرزاق فيه وحسن الظن به يبقى ربنا يسغل لك عنده. عارض حديث الثلاثة. رسول كان يجلس بحلقة ما دخل ثلاثة نفر. فاما الاول فوجد فرج فجلس. واما الثاني فاستحيا فجلس خلف القرق. واما الثالث فاعرض ومشأ فقال رسول الله صلى الله شاء الله اخبركم بخبر الثلاثة نفر اما الاول فاوى الى الله. فاوى ابدو. واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. هيا لما تعوي اليه منك. ولما تعرض عنه يعرض عنك. لما تذكر يذكرك ولما تنساك انسانك ما اذكراني? اذكركم نسوا الله فلسيا. هيا ذي القضية ان الرضا يفرغ القلب لله. وعدم الرضا يفرغ القلب من الله. العاشرة وهي الاخير لكم. لا كفاية يطولنا عليكم. زيئتكم. اللهم صلى على النبي محمد وآله. ان الشيطان انما يظهر بالانسان غالبا عند السمر فهناك يصطعتكم. ما هو لما ينزل قدر وما ترتاش يبدأ الشيطان يدخل عليه. الرسول الكرم صلى عليه. صلى الله عليه سلم. اذا اصابه سيء فليكن قدر الله وما ساء محل ولا يقول لو. فان لو. هي دي. تفتح حمال السيطان. سيدي انت ما ترتاش يبدأ الشيطان. يشجح. يصطعتك الى بقى. يسمعك في الحيطة دي. ولا سيما اذ استحكم سقطه. فانه ساعتها يقول ما لا يردر. ويفعل ما لا يردر. لما مات ابراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ان القلب ليحزن وان العين لتدمعنا. ولا نقول الا ما يردر. اسعى الآل لكن راضي. لا نقول الا ما يرد انا راضي. لا يسويه. الا الفضيل ابن عياد كان له ابن. اسمه علي. من الاولاد اللي ربوا اقوهم. يذكر لنا راضي في الموضع ده سريط في اولاد ربوا اذا. منهم علي ابن الفضيل ابن عياد عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز وجملة سهد ان علي ابن الفضيل ابن عياد كان احمد من ابيه. فمات. فضحك الفضيل. ريض فقيل له اطفك. في مثل هذا الموقف قال اظهر الرضا بقضاء الله. سهل سيتيمية له كلامه. فبيولي يقول وهدي النبي محمد سوات اكمل من هدي الفضيل. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بسر وكان ريتاه اكمل من لدى الفضيل طابعا. وقال وسر هذا وهو نكتة هذا. شيخ اسلامي نكتة يعني سر. وسر هذا ان لانسان قلب واحد. وكلما استكمل الانسان العهودية اتسع صدره لجميع فروعها. الانسان لما استكمل العهودية قلبه يبقى واسع لجميع انواع العهودية. يبقى واسع جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لرحمة الولد والخلف عليه والرضى عن سباكة العين والقلب راضي. وحزن القلب واللسان وعظه. اما الحضيل فلما ضاك قلبه عن ان يحمل الرضا والعزن صحكة. واذي اللي بننصحت بيها لما تزينك في الاثنين احزن ولا لا ارضى لا ارضى. نقولها صحيحة احزن ولا ارضى ولو احزن واردى ما ادارك يبقى ارضى ولا لا طب مثالها ارضى مويا ولا احزن لحيطين ارضى موز واعفي لحيطك ما ادارك يبقى ارضى ربنا هيدى ارضى مويا ولا ارضى ربنا ارضى موز ولو ارضى ربنا ما ادارك يبقى ارضى ربنا. ارضى موز ارضى ارضى موز ولو ارضى سكتك واردى سكتك. ما ادارك يبقى ارضى موز انت لما تقول ما ادارك ينعمل ايه? هنقولك اللي زحنة اه? هنقولك لزحالك. ما يلازم قلبك يتسع لجميع انواع العبودية. لازم لازم يتسع. فاذا اضعك مقدم رضا. الراجل لما كان بتاع الثلاثة اصحاب الغار عارفينه? لما حلب ولا اهلنا? نايمين اصحيهم والنسق العيال لطحيهم ولا تسهي العيال. عمل ايه? لحاج الصبح ونفس بس ان ربنا يرضى عنه وهو مطلع علي على هذا وعده. فلذلك نقول ان الشيطان يغفر بالانسان عند السخص. فتلاقيك لو مش راضي اولا يسيء ستك بربك. اثنين. يستح لك باب السعوات. شهر سبعه مطلع عليه. صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا هذنها. فرق الله عليه سمعه وجعل فقره بين اينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. ومن كانت الاخرة همه جمع الله عليه سمله وجعل غناه في قلبه. واتته الدنيا وهي رائع. لما تبقى الاخرة امه المقصد بالاخرة امه يعني رضى ربنا. لانه مش هيطول الجنة اللي هاته. الا برضى ربنا. فلما تبقى الهم ان ربنا يرضى عنه. هم ان ربنا يدخل الجنة. ده هم الوحيد. لما تبقى الاخرة همه ياتي مع الله عليه سملة. دماغه ما تتشددش بقى. كده ولا كده ولا كده ولا كده. ارض ابوية ولا ارض امي ولا ارض زمدي. ارضي ربنا في التلاتة. يبقى جمع شمل ولا؟ جمع شمل. لكن لو الدنيا همه. هي تشكت. ضرب الله متى امه. رجلا فيه سركاء متشاكسون. ورجلا ساما لرجلا هل يستويان مثلا? الحمد لله. الشاهد ان الانسان في الاخر امه في اماله صحيح. سواء رضي الناس او لم يرطئ المهم انه ويبقى ارض الله. فايته جمع الله عليه سملة وجعل غناء في قلبي. عرضيت بقى ولا امرته ولا وظفته ولا بحوثته دمس قضيته. المهم انه يبقى فالعربية لنها مذلها نوعها السأأة وسعها دئها اكلها سربها المهم انه يوصل بالعربية والسأأة والوظيفة والفلوس والزوجة يركب كل داعة يوصل لرضى ربنا. اما التاني بقى من كانت الدنيا همه فرق الله عليه سملة. هتعين بقى فرقة السمس. انه يرضي المجتمع ويرضي الناس ويرضي ويرضي نفسه ويرضي شهوته ويرضي نزواته فيبقى السكات. وجعل فقره بين عينين. جعل فقره بين عينين يعني يبقى فاكره كده. يبقى سيفين? سيف انه فيس لو ركب احدث مدير باجلى مركز برده. سيف انه في الموضوع مش في العربيات ما ينفعها في مصر للطيارات. سيف نفسه برده فيس. عيزة في المكان الفلاني. خادها في المكان الفلاني. اي الموضوع مش موضوع المكان. لا لا الهواء. رحب هو ده الهواء. اه فيه الهواء? اه مش الهواء ده? التاني بتاع الاول. اللهم اينا نعوذ بك من الهواء. هي خضيت وجعل فقره بين عيني. على طول. شايف نرسم ايه? على طول. شايف نرسم عندك? هنا. يصطادر الشطان. على طول يقول فلا نحسن منك. فلا احسن من زوجتك. عربيك ازا احسن من عربيتك. شائد ازا احسن من شائدك. مشتت. اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب. فالرضا يفتح باب الهام الله للعبد بالضعاء. لما الانسان يفتح قلبه يبقى مع ربنا. فربنا يسغل لك لحسابه. واملت بس يبقى الله الى نفسك. فسعتها. استطان يسغل لك لحسابه. فرطة كن عدنى.